عايزة اروح برضو للقطة مهمة جدا لقطة مش هتلاقيها غير في النادي الاهلي هي زيارة محمود حسن ترزيجيه ابن النادي الاهلي الى النادي الاهلي محمود حسن ترزيجيه الناشئ اللي خرج وتربى في النادي الاهلي محمود حسن ترزيجيه اللي لعب في النادي الاهلي في الجيل الزهبي محمود حسن ترزيجيه اللي تعلق بيه جمهور النادي الاهلي في يوم من الايام محمود حسن ترزيجيه كان عنده طموح وانتوا عارفين حضراتكو كلمة الطموح ولكن كان عنده طموح مشروع طموح مشروع دعموا النادي الاهلي دعموا النادي الاهلي علشان هو احترم النادي الاهلي فالنادي الاهلي وافق على رغبته وسنده ودعمه في طموحه محمود حسن تريزيجيه اللي احترف نجح في الدوري التركي وماشاء الله دلوقتي مع أستون فيلا مكسر الدنيا محمود حسن تريزيجيه بمجرد اصابته النادي الاهلي بيتصل بيه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والكابتن سيد عبدالحفيظ وكل المسؤولين بيقفوا جبه علشان هو ابن النادي الاهلي وخرج الخروج المشروع وكان عنده الطموح المشروع للنادي الاهلي ساعده فيه لما النهاردة محمود حسن تريزيجيه راجع مصر في أجازة علشان ظروف الاصابة ونشوف استقبال النادي الاهلي من أول دخوله بوابة النادي الاهلي يعني كل المسؤولين كل الأجهزة الفنية كل الأجهزة الإدارية والطبية وكمان النشئين شافين النشئين وكلهم هما بيصوروا معاه في يوم من الأيام محمود حسن تريزيجيه كان زيكم بالظبط داخل قطاع النشئين بالنادي الاهلي في وقت كان بيلعب وقت ما بيلعبش لكن دايما كان بيحب النادي الاهلي ملتزم في النادي الاهلي فعلشان كده عمركم هتشوفوا اللقطة دي إنها غريبة لا دي لقطة دايما هتلاقوها موجودة في النادي الاهلي علشان محمود حسن تريزيجيه ابن النادي الاهلي ومشاء الله عليه لعيب مميز جدا